بذن الله اليوم، بذن الله، بذن الله، بذن الله، قد وصلت بعد مصراتها، بذن الله بعد تحركات لم تخل من الانتهاكات المعهودة عليها، وهالة إعلامية بخلاف الواقع في الجنوب الليبي تحشد قوات ما يسمى بالكرامة نفسها في المنطقة الوسطى في مساعي لبسط السيطرة والتمهيد كما يرى بعض المتابعين لدخول العاصمة بدعاوى بسط الأمن ومحاربة الإرهاب هذا الشعار الذي لم تنفك الكرامة منذ انطلاقها، تتترس خلفه وتوهم بأنه محورها الرئيسي في كل تحركتها رغم الموقف الواضح الذي كان مع ما يسمى بتنظيم الدولة، لكن هذه التحركات أثارت كثيرا من المخاوف حول أبعادها وما سوف تجره على المنطقة خصوصا مدينة سيرت كما حذر المتحدث باسم عملية البنيان المرصوص اللواء محمد الغصري من أنه ستكون سببا في إقحام المدينة في حرب جديدة سيكون الجميع خاسرا فيها، مضيفا أن أي محاولة اعتداء على مدينة سيرت هي بمثابة إعلان حرب ستكون عواقبها كارثية ونحن مستعدون لها، وجاء موقف قوة حماية السيرت أكثر تأكيدا وذلك عبر بيانها وهي قوات أغلب عناصرها من مدينة مصراتا والتابعة للحكومة المقترحة حيث اعتبرت تحركات قوات الكرامة بمثابة استفزاز للقوة لا أكثر مع رفضها لذلك وأنها لن تقف موقف المتفرج ورغم حالة الترقب من أبعاد هذا التحشيد وهذه التحركات تبقى عديد الأسئلة تطرح نفسها حول موقف البعثة الأممية التي تحضر لملتقى جامع يجمع الليبين من هذه التحركات وهل هي تأتي في نطاق بسط الأمن من قوات لم تخضع للمؤسسة المدنية ولا تكترث لتعليمات الحكومة المقترحة ولا حتى القوات التابعة لها وكيف سيكون تأثيرها على العملية السياسية وهل ستكون مؤشرا لاندلاع حرب لا تحمد عقباها